هذا ويستمر الجدل دوليا حول تطعيم الأطفال ضد كورونا وأسباب التأخير في اعتماد هذا الإجراء حتى في الدول الراغبة منظمات الدواء تقول إن السبب يكمن في عدد من الصعوبات وأيضا التحديات التي يواجهونها خلال إجراء التجارب السريرية أحد التحديات هو الحفاظ على الجرعات الخاصة بالأطفال عند درجة حرارة معينة عند نقلها من مكان إلى آخر بالإضافة إلى عدم توفر العدد المناسب من الأطفال والمراهقين لإكمال الدراسات إذ غالبا ما ينسحبون خوفا عند موعد الجرعة بالإضافة إلى أن الخبراء يجدون صعوبة بفهم انطباع الأطفال ووصفهم للألم والأعراض ما قد ينعكس على دقة هذه النتائج